اشتركوا في القناة اعرف شلون تستورد المولدات من اوروبا وتوصلها الى دارك خليك معايا واني راح افهمك الموضوع من البداية الى النهاية ورح اخليك تشتري مولدات وانت قاعد بالبيت ورح اعلمك على طريقة الدفع احبتي هذا الموقع هو الموقع المتخصص ببيع المولدات في اوروبا طبعا هناك العشرات ولكن احنا نجيب المواقع الموثوقة اذا احبتي مثل ما تشوفون هنا باللغة الانجليزية راح نحول للغة العربية والجميل انه يدعم اللغة العربية من هنا هذه الاعلام تختار احد الاعلام هذا الانجليزي ومثل ما تشوفون هذا اللغة العربية يدعمها اذا مباشرة بعد التحويل للغة العربية راح تبان لك كل الامور رقم الجوال رقم الواتساب يعني تقدر حتى تتكلم وياهم مباشرة اذا اصدقائي هنا البينك هنا الاتصال هنا حول هنا تبيع هنا الخدمات التسليم كل هذه الامور بغاية السهولة راح تعرفها راح تعرف المولدات المستعملة مولدات الجديدة طبعا هاي المتنوعة اللي قصدهم بها محولات الضغط العالي وطبعا تالفة مفككة ممكن عندهم وفئة الانبعاث طبعا شي يقول بالصفحة الرئيسية طبعا ديبكس باور موردون المولدات الديزل سواء الجديدة والمستعملة نحن نهدف الى السوق العالمي ومتخصصون في مولدات الديزل من 10 كيفي الى 2000 كيفي اللي هي 2 ميجا يعني العملاقة لمعرفة ما هو حاليا لدينا برجاء الاطلاع على الرابط أعلى يعني كل ما تحتاجه انت من المولدات راح تلقاه هنا أصدقائي لاحظوا هذا الجديد المستعمل كل المولدات المحركات المستعملة راح نشوفكم شلون الشبنج يعني الشحن شلون تدفع شلون بعد ما تختار المولدات طبعا من هنا تقدر انت تروح الى مخزوننا اللي هو هذا المخزون مباشرة بعد ما تضغط على المخزون راح يطلع عندك كل هاي الصفحات المولدات طبعا من هنا تختار قيمة المولد الخارجي الكيفي من هنا شقد انت تبحث مثلا من صفر الى 3000 الى 1000 يعني شقد القيمة اللي تختارها انت السعر تقدر تحدده من هنا مثلا هنا الى نص مليون يورو تختار من هنا الى الحد مثلا الحد الى مثلا الى اربعين الف يورو و الى مئة الف يورو انت تختار ومن هنا تختار من مية وخمسة الى نص مليون يورو فاصدقائي تختار من صفر من صفر الى 25 الى 30 الى 15 الف يورو على حسب الطاقة اللي تريدها او المبلغ اللي تريدها وهنا ايضا اصدقائي هنا تختار الى القيمة اللي تريدها 500 ميجا مثلا من صفر الى 500 ميجا يبدأ البحث وطبعا هنا مجموعة المنتجات تقدر معدات البناء بناء الطرق كل هاي الالكترانيات محركات كل هاي تقدر تختارها مولدات الديزل مولدات البنزين كل شعدهم مولدات الديزل طبعا 340 مولد موجود في هذا الموقع اذا اصدقائي من هنا تقدر تتحكم بالخيارات اللي تريدها انت داخل على هذا الموقع شتدور شتبحث اذا اصدقائي من هنا مثل ما شفتوا هاي الصفحات كلها مولدات تقدر تختار اللي تريدها طبعا من 10 كيفي حاطلك الى 2000 تقدر انت تشوف هاي الصفحات من الصفحة 2 الى صفحة 13 طيب الان تختار من هنا اصدقائي تجي المولدات المستعملة تضغط على المولدات المستعملة رح تطلع عندك المولدات المستعملة الموجودة في الموقع طيب الان عرفنا شون نختار عرفنا شون نغير القيم شلون حتى نختار مولدنا اللي احنا الريدها طيب اصدقائي الان يقول حوله او خدمات او التسليم طيب احنا احنا ليهمنا مثلا شلون رح نشتري مثلا اختاريت المولد تختار المولد مثلا نضغط على هذا المولد رح يظهر عندك كل المعلومات اللي تريدها يعني مثلا مجموعة المنتجات مولدات الديزل الماركة لاحظوا سنة الصنع 2021 موقع الماكينة لاحظوا والبلد هولندا اذا اختيار العملة بالايرو سعر غير شامل للضريبة هذا و13000 يورو ضريبة المبيعات السعر شامل للضريبة 16000 يورو رقم التصنيع هذا هو رقم المخزن الداخلي هذا تختار اصدقائي لما تيجي تحجز مولد تختار هذا الرقم لاحظ ساعة الاستخدام 25 ساعة فقط يعني تقريبا جديد فانت لما تختارها وتراسلهم تراسله برقم التصنيع او رقم المخزن الداخلي هذا هو دي بي اكس شارحة 19012 اللي يرمز لهذا المولد اصدقائي اذا هذا المولد تجي انت تريد تتفحصه تدخل عليه وتشوفه لاحظ حقيقة المولد جديد و16000 يورو حقيقة لا شيء يعني شامل كل شيء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة فاصدقائي هنا مثل مثل ما تشوف تختار المولد وتشوفه نوعه وحجمه وشكله والسعر وتختار الرقم المخزن حتى تراسلهم على الواتساب مجرد انك تضغط على الواتساب رح يدخلك عن طريق او تضيف هذا الرقم عندك بالتليفون وتحكي اياهم وتخلي يقولك اي مولد تريده رح تكتب الرقم الداخل المخزني رح يفهم انه هذا المولد اللي تريده انت قيمته الكثير سلت تصنيع الكثير فيعرف وشلون يتعاملوا اياك اذا هذا عرفنا وعرفنا شون نختار المولد وشون نراسلهم اذا اصدقائي رح يقولك رح يطالبك رح يقولك تريده ارض الموقع لو تريده واصل الى بلدك طبعا اذا اختارت واصل رح يشحنه بكل سهولة اصدقائي هذا هو التسليم لاحظ يشحنو لك هو من الباب الى الباب عندهم خدمة الشحن من الباب الى الباب شلون لاحظ هذا طريقة الشحن هما يرسلو لك اياه الى بلد المنشأ لاحظ هذا مستنمى المولد مالتا ويريد ينزله طريقة الشحن الى الميناء ياخذوا بهذه الطريقة الى الميناء وجماعة شركة الشحن رح يشحنو لك اياه بالباخرة حتى يوسطو لك اياه لاحظ من هنا يطلع الموقع من هنا يطلع المولد إلى ميناء الشحن بهذه الطريقة بهذه الطريقة يطلع المولد وتستلم أنت طبعا مشهور بكونتينر لأنه يوصل إلى الميناء وشركات الشحن هي اللي تأتني به وتسلمك من الباب إلى الباب إذن عرفنا شلون نشتري عرفنا شلون ناخذ ونراسلهم وبعدين رح يرسلو لك إذن طريقة الدفع شلون رح تشتري بعد ما تتفقوية على كافة البنود أو السعر رح يحرر لك فاتورة أصدقائي افهموني كل الزين هذه الفاتورة رح ينكتب بها السبب سبب الفاتورة شنو الشراء شراء مولد من هولندا وهذا هو معلومات البنك هو رح ينطيك نفس المعلومات نفس المعلومات البنكية لاحظ هذا الآيبان مالتهم هذا البي آي سي هذا طبعا هذا اللي رح تتعامل وياهم والبنك اللي بدولتك يعرف كل هاي التفاصيل يعني منك جيب الفاتورة رح يعرف شون يراسلهم ويترسل خمسين بالمية من قيمة المولد وبعدين هما من يوصلهم إشعار بأنه الفلوس نزلت في الحساب مالتهم عن قيمة المولد عن قيمة الدي بي اكس واحد تسعة اللي قلناه مباشرة رح يبدون بالشحن من يشحنون الكونتينر رح يرسلو لك يقولوا لك ادفع الخمسين بالمية الباقي من تدفعها هما بدورهم رح يرسلو لك الأوراق الأصلية مالة الشحنة حتى أنت تخلصها بميناء الوصول وتستلم مولدك طبعا تقدر تشحن مولد مولدين ثلاثة على حسب اللي تريدها أنت وعلى حسب احتياجك هذو المندوبين الموجودين ويتكلمون كل اللغات حتى من ضمنهم أصدقائي يقدر يتكلموا إياك باللغة العربية أو تقدر تكتبوا إياه باللغة الإنجليزية وتتواصلوا إياهم أصدقائي علمناكم شون تشوف المولدات شلون تحجزها شلون تدفع طريقة الدفع فلا تخاف على فلوسك هاي الشركات يعني رصينة وطبعا مدام عندهم آيبن مال شركة على الموقع أبدا لا تخاف وطبعا الجميل بالأمر أن الشركة بنفس العنوان الموجود بالكونت نمبر رح تلقى نفسها يعني من يحرر لك الفاتورة رح يجي رح تدفع لإسم الشركة مو لشخص لو شخص كان أنا أقول لك خاف أما لصاحب شركة أبدا لا تخاف من الدفع فأصدقائي هو هذا الموضوع وإن شاء الله تستلم مولدك والطريقة مجربة وإن شاء الله يا رب الكل تستفاد وتحياتي لكم وإلى فيديوهات قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته